امتحان مهنة المزاورة العام الماضي 2018 الأستاذ عبدالله ربايعة شرفنا من جنين ميتانون يسعد صباحك أستاذ عبدالله يسعد صباحكم وصباح جميع المشاهدين أهلا وسهلا فيك أستاذ عبدالله بداية ألف مبارك لحصولك على علامة قبل حديث في التفاصيل حابنا نعرف أنه فعلياً امتحان مزاورة مهنة القانون إيش طبيعته يعني؟ إيش الأسئل الممكن اللي بيحتويها؟ كيف طبيعة هذا الامتحان؟ إيش هي القيمة التحصيل اللي لازم يحصل عليها الطالب؟ طبعاً هذا الامتحان الطالب طالب القانون بعد تخرج من جامعة بعد إنهاء مرحلة دراسية الجامعية فيها بالتحك طبعاً في التدريب عند أحد المحامين المزاولين فوق الخمس سنوات يلتحك بمكتبه بموجب الالتحاك هذا لازم يتضرب سنتين مكثفات تدريب طبعاً رح يتقدم لأبحاث رح يتقدم لامتحان كتابي رح يتقدم لامتحان شفوي طبعاً هول الامتحان طبعاً هول الامتحان الأكثر صعوبة بيجي الامتحان الكتابي دائماً الامتحان الكتابي هو دائماً يشمل جميع المناح القانونية جميع مثلاً نقوان القانون العمل قانون التأمين قانون الجراءات الجزائية كل إشيء في القانون بحاول يشمله في حال إنه يخرجك كمحامي قادر على الإجابة على جميع التساؤلات فبموجب هذا الامتحان أنت بتقدمه بمجرد نجاحك فيه أنت بتحصل على إجازة المحامات بتقدر تمارس مهنتك بكل إجابة طيب يعني امتحان لا بأس به والامتحان يبقى امتحان له الرهب تتوتره تحضيرات وفعلياً كيف كانت التحضيرات وعلى إيش اشتغلت حتى بالفعل إنه عبدالله راح يجيب الأول ما شاء الله طبعاً الطبعاً التحضيرات كانت هي طبعاً الدراسة لا غنى عنها طبعاً الممارسة العملية طبعاً أنا لتحكت مكتب الأستاذ أحمد شوكي شواهني طبعاً الأستاذ اللي بوجه له الشكر بالتحية اللي ما قصر معي خلال الفترة التدريبة كان متابع إلي يومياً في المحكمة كان من الأشخاص اللي دائماً يدخل معي على المحكمة ولبسني روب يحكي لي يلا ادخل عهاي الجلسة اعمل واحد اثنين ثلاث اضرب آخر فترة تراكني مثلاً لحالي صار يحكي لي يلا اجتهد انت مثلاً نشوف انت شو إبداعك شو شطرتك في الموضوع والحمد لله كنت يعني قد الثقة الامتحان كان يتكون من شكين شك انك انت دارس شو الدراسة اللي دارسها والشك الثاني اللي هو شك العملي والنقابة طبعاً هي غيرت منهجية الامتحان يعني بشكل مفاجئ الهدف منه انها تخرج محامين محامين يعني يقدروا يتناولوا اي قضية زي ما حكوا هي ينجحوا فيها مش انه انا كمجرد اني كمحامي فانها انت محامي انت معك حقوق ناس من واجبك انت تكون قد حالك وتكون قد هاي المسئولية يعني الجانب العملي اللي كان موجود في الامتحان هل هو بيضعك في مواقف معينة او في قضايا معينة وبيطلب من الطالب انه يجيب انه كيف رح يتعامل مع هاي القضية ولا كيف الجانب العملي هم اتجابة طبيعة الاسئلة من كل قانون سؤال عملي طبيعة هاي الاسئلة في حال انت دخلت المحكمة اتضربت تقريبت ع نفسك قدرت اتجاوب في حال انت ضليتك يعني ناين في البيت ما بتقدر اتجاوب نهائفي عفو اي طالب يعني بده يمشي صح ومغتنع في القانون وناوه اكيد تحياتنا لطلبة الثانوية العام اللي بتابعونا ممكن بعد الخيارات تذهب بتجاه تقصص القانون كيف بده يبلش بسيستم حتى بالفعل اوصل انا حتى اكون مثل ما اشرت محامي على قد التقى عند حسن ظن الجميع وقادر على جلب هذه الحقوق هو يعني من الواجب على الطالب دائما يقعد بحاله خصوصا لما يتخرج من مرحلة الثانوية يكون عنده طموح او رغبة بهذا المجال وهذا التخصص اول شيء بعدان يدخل الجامعة يدرس الكتب القانون ما يتقفش الموضوع عن دراسة الكتب اللي موجودة في اللي هي المساقات مساقات الجامعية يلتجي الى المكتبة طبعا من الاشخاص اللي كنت التجي الى المكتبة ادرس كتب موجودة في المكتب لانه في النهاية القانون بحر يعني لو ضل ندرسي اش اربعين سنة مش راح نخلصه وكنا منظل جهلين فيه فانتو يعني من واجب الطالب طبعا يضل يدرس يضل يتابع مش غلط مثلا فيه عندنا مثلا يومين عطلي في الاسبوع يوم الجامعة طبعا فيش في دوام بالعادي الجامعة الامريكية كانت تعطي اليوم خميس يوم الخميس سبعا يبقى فيه دوام في المحكمة كنت انا انزل من سنة ثانية انزل اتابع اطلع شوف كيف القضايا بتصير كيف الجلسات فاول ما دخلت التدريب ما ارتبكت كنت عارف شو الاجواء كان الوضع طبيعي كنت حاكم على الاستاذ احمد شوقي شواني الانسان لم يقصر معي نهائي طبعا صار يوجهني يحكي لي مثلا اعمل هيك اعمل هيك والحمد لله يعني ربنا وفقنا بهذا الامتحان الحمد لله استاذ عبدالله انا حابة اسأل سؤال كونك مريت في تجربة الامتحان وحاليا انت اصبحت مزاول للمهنة فعليا هل كان عندك نظرة معينة انه والله الامتحان بيتوجب انه يكون بطريقة معينة ولا انه مثلا كوجهة نظر انا بحكي ولا هو لا هو سليم وفعلا يعني بيكون اه بيكون القيمة تاعته او بيعت الهدف تاعته الامتحان طبيعية الامتحان هو اجل امتحان مش تقليدي جاء الامتحان بتناسب مع حجم نقابك نقابة المحامين في نهاية انت يعني محامي مش اي انسان يعني يعني بتعرف المحامان من امن زي ما بحكوها من اسم المهن ومن الواجب انها النقابة تحتفظ يعني كوادرها لازم يكونوا انسان قادرين يعني انت محامي لازم تكون مثلا عندك المام جميع جميع القضايا يعني لازم يكون عندك المام جزء بسيط من الطب من الهندسي يعني تتلاءم مع جميع القضايا يعني تتفك استاذ عبدالله انه يجب ان يكون صارم هذا الامتحان لاخراج الجودة زي ما بنحكي في شخص المحامين طبعا طبعا وبكل تأكيد في النهاية النقابة ما الهطار عند اي انسان فينا في النهاية النقابة بدها تختار الناس الصح اللي يقدروا يمشيوا السلك القضائي يكونوا مكملين للقضاء مش عبق عليه نعم فعليا يعني كمهنة القانون او خلينا نحكي كامتحان في حال فشل الطالب في في الاجابة على كل هاي الاسئلة فعليا ايش الالية اللي بتصير هل هناك سماح بانه يعيد مرة تاني بنفس السنة ولا يؤجل لسنة القادمة ولا كيف طبعا الامتحان هذا يقدم كل ستة شهور من يرصب المرة الاولى يعيد المرة الثانية فالمرة الثالثة فحسب ما هو انت ما بدو ننجح يعني ما فيه سقف معين نعم يعني اكيد ما فيه سقف معين طالما انه عدد المحاولات لكن بدها شدة حال من الطلبة اكيد كل التحية لقطاع المهنة القانون تحياتنا لقضاءنا ولمحامينا يعطيهم العافي لكل الاساس واصلذات واسحبين نعرف نصائح ممكن لطلب القادمين على هذا الامتحان كونه فيه هناك انا دايما بشوف على الفيسبوك كل في هذا القطاع بكونوا يدعو انه يا رب ننجح ففعليا ايش كيف لازم يتهيأوا لهذا الامتحان وكيف لازم يستعدوا لهذا الامتحان انا اتمنى ان نجح لجميع الطلبة ان شاء الله ربنا بوفقكم حظ اوفر للي راسبوا في الدورة القادمة ان شاء الله بنجحوا في الدورة الجديدة فاحنا يعني النصائح انه هو يدرس في عنده مواد معينة في القانون يدرسها بكل رواق السؤال اللي مش فاهمه يلتجه لأي مكتب محاما انا من الاشخاص اللي حكيت لجميع المتدربين القادمين اريدكم اي سؤال تقدروا تتوجهوا اللي تسألوني الاستاذ احمد شوكي شوانا تبرع كامل مكتبه اي طالب عنده اي استفسار يتوجه للمكتب احنا قادرين الاجابة له هي له امر بس دراسي طبعا يتضرب في المحكمة يكون قد حاله وبالنهاية النقابة لاي انسان ان شاء الله التوفيق يا حليف كل الطلاب المجتهدين كل التوفيق للك استاذ عبدالله ربايعا الاول في امتحان مزاولة مهنة القانون وايضا الذي اصبح مزاولا في هذه اللحظات كل الشكل اللي توجدك معنا احنا اكيد مكملين واياكم بدنا نروح حاليا الى سؤال سوشال ميديا اللي طرحناه على الفيسبوك وبدنا نشوف شو على